أجرى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته بعد قيامه بإجراء جراحة تشخيصية خلال الأيام القليلة الماضية وأكد السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء الاعتزاز الكبير بدور الأزهر الشريف المحوري في نشر تعاليم الإسلام السمح وتبنيه اتجاها وسطيا في شرح وتوضيح أمور الدين باعتباره منارة للعلم والدين الإسلامي إقليميا ودوليا أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بتعديل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2012-2013 المنتهية في يونيو الماضي لتتم زيادتها بنحو 517.14 مليون جنيه ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم على ربط إجمال الحساب الختمي للموازنة الجهاز بوزارة المالية المصرية بمبلغ 1.6 مليار جنيه كما اعتمد الرئيس قرارا بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الماضية بـ 188 مليون جنيه وحققت الهيئة صافي ربح عن العام المالي المنتهي بلغ 847 مليون جنيه تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية المصرية كفائد مرحل عن حسابات العام المالي الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر